اشتركوا في القناة 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 الابيض الفورس المنتز ماشي اه ماشي اي طحين غير ذاك الطحين الابيض المنتز صافي غادي نحرك ذاكو المعالقة وخيبا لكم ديق ان الصقف المقلع مبقاش كي ينقع نهائيا ما سيبانش اه مهم انتما توقعوا تحركوا بالنسبة للحليب انا غنضيف هنا عندي اطرو ديال الحليب ويما غنضيف ذاك شي اللي غادي نحتاج ديال الحليب يعني الحليب كتوقعوا تضيفو عينكم ميزانكم صافي اضافت ذاكو المعالقة ديال السم الحار حتى هي كتبكة اختيارية اني ما كي اعجووش السم الحار يضيف معلقة هاكا صغيرة ديال الزبدة صافي واندي نحرك مزيان كي ما شفته راح مكي اللي دقيق لتاشي حاجة ما متى يكور متى شي حاجة كل شي تلصق في المقلع ولكن متى يباليكم وللون ديالو حمر كي يدير كي ولي بحل اه تلصقتي ولي بحل شكل اه سميتون كريم اف يعني متى يبقاش يبين صافي هنا درت اه البزار معي لقى صغيرة ديال البزار ضفت شوية ديال ملحة صافي دي بغض نضيف الحليب ديالي وحتى الاخر نضيف حبات ديال الفرماج داروري باش كدينة ديال الصوص البيضاء كدينة معلكة يعني دير الخير صافي هنا وغادي نبدأ نحرك يعني ما نضيفش بالحليب دفعة واحدة الله كنبقى نضيف هاكا بشوية وكنحرك انا كنضيف وانا كنحرك انا كن اخوي الحليب وكنحرك غير بشوية هاكا عادي باش ماشي نخوي الحليب كامل في المرة الله نبقى ونحركه بحال هكا صافي مازال غدا نزيد مازال غدا نزيد الحليب صراحة هاد السوس هاد البيضاء كدينة وكدينة لديدة وبالنسبة للكالامر رمكيق صاح متاشي حاجة لان انا اصلا راكم شفتوا راه ضغيية كتوجد يعني رمكي تاخدش وحد الوقت انها عادي باش خد توجد صافي غير كي ينساج مني ذاك الحليب وكي يطعيب صافي كتتطفى البوطة يعني رمكي تاخدش لنا وقت كتير بالنسبة للكالامر دارو رمكيق الغدية اللولة كديري ذوك ثلاثة المعارقة ديال الخلة غير كي يغلى كيتلق ذاك الماديال وكي يغلى صافي كتتطفى وكترجعي ترديه لسميته ترجعي ترديه المقلة صافي وكتبداي تحركي كي ما شفتوا معايا كله كي لاسوص بيدا الزقبة جيدة چيدة كان وكي لاسوص بيدا الصافي أشقدت كجيزويناء الطريقة ديال تحضير لاسوص بيدا تقدروا تفتarbeit بتحضير تقر surveys القاطع ديالرجاج القطع ديالرجاج ترجعي لهم نفس الطريقة وفيهم شوية ديل خلف الأول تغليهم الغليا وعادة باش ترجعي تديري فيهم تاهم المعدنوس والثومة ولي بزار يعني نفس المقادير اللي يدرتها نقدروا نستعملوها حتى في الجاج نفس المقادير اللي يدرت في الكالامار نديروها في الجاج نفس الطريقة سافكي ما شفتو رالاصوس ديالي قربة توجد وبالنسبة اللي باتراني صفيتها وداروري ما كان غسلها سافكي ما شفتو لاصوس ديالي ها هي عقادة وجدات ومع التحرك المستمر يعني ضروري من التحرك المستمر وريقة سيد نموسى ضروري لانها كتعطى وحد البنة يا سلام ويلا كانت عندكم حتى القوزة تقدروا تحكو شوية ديال القوزة انا ما واجداش عندي صافكي يا فاسراني درت زعتا درت وريقة سيد نموسى درت ليازير يعني قاعد درتهم بالنسبة ليازير كي يتلقى المرورة من قد ما نكتروش بززافرة نديرو عير واحد شوية يا هكا ديالي كل وريقات ديالو وغير شي سبعة ولا ثمنية ديال الورايقات يعني مش نديرو اليازير نكترو بزاف ويجينا مارو نقول ولا اللام دار يعني كل حاجة خاصة تكون لقياس ديالها باش كتجينا يعني كل شي العناصر كتجينا منساج ما ما بعد ديالها صاف كي مشوتوا معي ديبرا كنحرك مزيان غدا توجد ضغية غدا يتوجد لي صافي داروري مع التحرك داروري ويلا كان عندكم هكا يا الفرماج ديال الموت زاري لا ولا الفرماج الحمر تقدروا تضيفوه ليها وتقدروا تضيفوه ليها دابا تقدروا تتحطوها في في التبسيل تقديم صافي وهو تديرو وتحطوه من الفوق أنا ما واجدش عندي الفرماج صافي ما ما واجدش عندي الفرماج هندير غير شي ربعة ديال فرماجات هكا نديرو مع لصوص وصافي ويما هي لصوص ديالي رهاو جدا وغادي نحطها في صحن تقديم وهانتوما معايا ونتمنى تعجبكم الوصفة ديال اليومة لبات بلاصوص بيضاء تمنى انا تنال اعجابكم هنا ولديك كتعجبوه سباقيتي طويلة ندرت ليه بوحدو كي مشوتوا معايا هانتوما ما شاء الله ما شاهدكم وخسلقت درت ليه شي شوية لكم عارفين احنا الاموهات راها درت ليه هكا شوية مع سميتو حتى تطلق وغزيتو بوحدو بني صفيت عزلت ليه ديالو بوحدو نواركم عارفين داروري ما كن وليداتنا ما كنديرو ليهم الخطر ديالهم صافي كما شفتو انا هنا راني غاسلة ليبات ديالي مزيال بش كتبقاها بحل هكارة وخا كتغسلوها بالمبال وكتبقا سخونة يعني راه كتدوزوها ديك ديك الرشة تحت روبيني داروري باش مكتعجنش ليلة ما يبقاش فيها نشا وتبقا كل وحدة بوحدة انا هنا راه شفتو راني ما ما اقطعتشي حاجة مقطعتشي لقطع يلا فاش زددكو بعدي الفرماجات كنسحب راسي التليفون كي يصور وهو راه مصورش ليه داروري كنضيفه روبعة ديال فرماجات مربعين ولجوج ديال كيريات موهي انا تحب راسي راه باقي كي يصور وهو التليفون كان طفلية من الشاشة وتقطعت ليا ديك اللقطع صافي دابا ها هي وجدات انا حطيتها معاكم في التبصيل و ها ديه هي اللي بات ديالنا بلا سوس بيضاء بالكالامار كتجي روعة ما شاء الله و ما شاهدكم كي ما شفتو كتجي من قوش ليكم كتجي لديه دا ما شاء الله تبارك الرحمن وهنا صافي ساليس معاكم وصفة ديالي ديال اليوم تمنتنا لإعجابكم وتبارتجيوها مع الهل والأحباب ديالكم والصحاب ديالكم والسودعكم الله اللي لا تضيعوا ودائعوا إلى فيديو آخر بإذن الله و شكرا شكرا